علشان اختار عجل جيد للتسمين لابد في هذا العجل ان تتوفر بعض الشروط وهو صغير وكمان لابد من توفر القوة الشرائية لللحم بعد التسمين بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله النهاردة هنتكلم في الجزء الثاني من سلسلة تسمين العجول ونتكلم النهاردة ان شاء الله عن مواصفات عجل التسمين يعني ايه هي المواصفات اللي انت تقدر تختارها في العجل وهو صغير عشان يكمل معاك عملية التسمين وتحصل على عجل مسمى بدرجة جيدة من اللحم واعلى نسبة من التصافي وزي ما بيقول دايما التجار انك انت بتشتري عجل التسمين لازم يكون عجل سرح سرح يعني جسمه طويل ومفروض وكمان يكون صاحب قامة مستوية وكمان تكون الارجل مستقيمة وصلبة وغليظة وتكون سبتة عند الوقوف على الارض وانت تكون خالية من اي عوجاج او تشوهات وكمان يكون شعر العجل وكمان عيونه لامعة خالية من اي افرازات او دموع اما عن الجلد واللي بيعتبر عامل مهم جدا في عجل التسمين لابد في الجلد انه يكون مطاطي عند الامساك به يعني انا اختار عجل جلده مطاطي لان الجلد دا يعتبر هو الوعاء اللي انا هاملة فيه بعد كده اللحم وكمان يكون العجل دا خالي من الحشرات لضمان خلوه من الامراض وكمان لازم يكون العجل سليم تبدو عليه علامات الصحة والحيوية ويكون خالي من اي اثار لاسهالات قديمة والمهم جدا في عجل التسمين ان تكون اجزاء الجسم متنسقة يعني يكون كل اجزاء الجسم ماشية مع بعضها وكمان زي ما قلنا لابد في الارجل ان هي تكون مستقيمة خالية من اي عوجاج او تشوهات وبالنسبة للاضلاف لابد ان تكون نظيفة خالية من اي التهابات سابقة وكمان بطن الحيوان ما تكونش كبير عن اللازم لدرجة انك تحس ان العجل دا بكرش ولما تبص على العمود الفقري والسلسلة الظهرية للحيوان تلاقيها ما فيهاش بروز لا اعلى ولا حتى انخفاض لاسفل طيب الحرة اللي دايما المربي بيقع فيها ايه افضل وزن انا ابدأ بيه واشتريه في العجول الصغيرة افضل وزن تقدر انت تشتري فيه العجول الصغيرة هو من وزن 150-170 كيلو لحد 220-250 كيلو طب ليه الوزن دا بالتحديد اولا لان اقل من 150 كيلو هيبقى نسبة الخطورة كبيرة جدا واكتر من 220-250 كيلو هيبقى نسبة الربح قليلة وعمل مهم جدا من عوامل نجاح اي مشروع هو تسجيل البيانات وخصوصا في مشاريع الانتاج الحيواني يبقى لابد عليك عند شراء العجول ان تقوم بعمل بطاقة تسجيل لكل عجل وكل بطاقة تتضمن على رقم العجل وتاريخ الشراء وكمان الوزن عند الشراء وكمان من المهم يكون عندك مكان مؤقت لاستقبال العجول الجديدة ماينفعش انا اجيب عجول جديدة ادخلها مباشرة على العجول اللي عندي في المزرعة ولو اني يفضل شراء مجموعة العجول المرتس منها كاملة مرة واحدة طيب لو انا مش اقدر اشتري عدد العجول مرة واحدة فانا هيبقى عندي مكان مؤقت احطي فيه العجول اللي بتيجي جديدة من السوق وده لتنفيذ برامج مكافحة الطفاليات الخارجية والداخلية والتأكد من خلوة هذه العجول من الامراض طيب خلاص جبنا العجول ونقلناها بطريقة سليمة وعملنا لها بطاقة تسجيل طبعا اول يوم انت هتسيب العجل يرتاح وهتقدم له فقط الماء والدريس وده بعد فترة لا تقل عن ساعتين من وصوله من السوق وطبعا اول سبيل من سبل المقاومة الخارجية انك هترش هذا الحيوان باي مادة من مبيدات الحشرات زي السايبرميسرين او البيوتيكس او غيره من المواد ثم بعد كده هتخلي الطبيب يحقلك اي مادة لمكافحة الطفاليات الخارجية والداخلية زي الايفرميكتين واي مادة اخرى مقاومة للددان الكابدية وطبعا دخول العجول اللي على في التسمين لابد ان يكون بطريقة تدريجية كدت تستغرق من 15 الى 21 يوم مع ضرورة الحرصة على اعطاء الحيوان التحصينات واللقاحات المناسبة وبإذن الله في الفيديوهات القادمة هنحاول بقدر المستطاع ان يكون عندنا برنامج وقائي كامل من يوم الشراء حتى يوم البيع وبكده تقريبا احنا انتهينا من شراء العجول وكمان استقبالها في اول يوم وخد بالك ان نص المكسب تقريبا بيتمثل في عملية الشراء انك تشتري عجول زياد جودة عالية وكمان سلالات قابلة للتسمين استنونا بإذن الله في الفيديو القادم اللي هنتعرف فيه عن انواع عجول التسمين المختلفة المتوفرة في الاسواق شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته